فكر موز لغة الارقام يغني احيانا عن الاسهاب في الكلام استطلاع اخر لاراء التونسيين يكشف ان اثنين من اصل ثلاثة تونسيين يرون ان الفساد زاد في العام الاخير وان ثلاثة من اصل اربعة يعتبرون ان اداء الحكومة في محاربة الفساد سلبي وان نواب الشعب وكبار موظف الدولة في مقدمة من تحم حولهم شبهات الظلوع في الفساد الثلاثين التونس تقريبا يرون ان مستوى الفساد في تونس زاد في الافماشن شهر اللي فاتوا مقارنة بالعام اللي قبل وكيف كيف تقييمهم للحكومة كان تقييم سلبي في مكافحة الفساد اذا ما فهماش احكام قضائية راهوا الفسدين بشي تواصله لكن الاكثر من هكا والاختيار عندنا هو الحماية السياسية الفسدين معنا انت اليوم اذا عندك تجارة غير شرعية نجب تدخل البرلمان عشرات القضايا المتعلقة بشبهات فساد لا يبطها القضاء حتى بعد مرور عشر سنوات ودراسات علمية تؤكد ان 48% من الاحكام القضائية لا تجد طريقها الى التنفيذ والواقع يؤكد ان اغلب القوانين التي من شأنها ان تسهم في القضاء على الفساد غير مفعلة ما يعني بحسب مراقبين ان الفساد ليس اقوى من الدولة بل هو جزء منها الفساد اول ما يبدأ يبدأ في التشريعات يبدأ في القوانين يبدأ فيها شاشة المنظومة البرلمانية من حيث ان تسمح بالتسلط وبالتدخل متع قوى الضغط قوى الضغط واصحاب المصالح باتوا ممولين لنشاط غالبية الاحزاب بحسب مراقبين ويتدخلون في صناعة القرار السياسي واسقاط الحكومات وفي صياغة القوانين ومشاريع الموازنات على المقاص ويحددون مآل الصفقات والمشاريع المحدثة من قبل الدولة لما ناصى من تكريس علوية القانون والفصل بين تمويل الاحزاب والمال السياسي الفاسد إذا ما أردت الدولة فعلا أن تكسب الحرب على الفساد وكل استمرار في مسايرة الوضع يتهدد البلاد بالإفلاسي والاحتقان الاجتماعي بالانفجار أيمتشتار تونس